اشتركوا في القناة خريطة التوافقات بين الجانبين والممتدة من مدينة تر رفعة شمال حلب الى ادلب تشهد على ما يبدو انتكاسات خطرة في الوقت الحالي اذ تشير الانباء الواردة من تر رفعة الى يقامة الروس اربعة نقاط مراقبة ودفعها بتعزيزات عسكرية الى المدينة بالتعاون والتنسيق مع وحدات حماية الشعب المصنفة ارهابيا على القوائم التركية خطوات موسكو التي وصفت من قبل مطلعين بالتصعيدية في تل رفعة تأتي في اطار تبادل الرسائل السياسية والميدانية مع انقرة وهي خطوة لربما جاءت من اجل وضع حد لطموحات الاخيرة في التقدم باتجاه المدينة وترد الوحدات منها وهي خطوة لا يمكن فصلها عما يجري في ادلب من هجمة عسكرية روسية على المنطقة والتي حظيت بغضب واستنفار من قبل انقرة الخلاف بين الجانبين ظهرت ملامحه بشكل اكثر تعقيدا على الارض في ريف حما اذ فشلت قوات النظام المدعومة بالطيران الروسي من التقدم بعيدا في المنطقة رغم شنها مئات الغارات الجوية على المنطقة منذ بدء الحملة العسكرية عليها في الثامن من ايار مايو الماضي وجعلت من بلدة كفرنبودا نقطة فرملة للنظام وبداية لكبح طموحاته التوسعية في ادلب وحمار الفشل العسكري الروسي في ادلب انصحت تسميته يأتي بعد الدعم غير المحدود الذي قدمته انقرة لفصائل المعارضة وهو دعم تمثل على الارض بمعدات لوجستية ومنصات اطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدروع اذ يعود الفضل للاخيرة في كبح جماح تقدم مدرعات النظام على الجبهات عبر تحويلها الى كتل من النيران المحترقة بعد اعطابها جهود انقرة لم تقتصر على الدعم بالسلاح ولكنها دفعت باتجاه توحيد الفصائل على اختلاف ايديولوجياتها وهو ما تجسد واقعا على الارض من خلال الاجتماع الذي ضم جميع قيادات الصف الاول في الفصائل والذي خرج بمقررات من اهمها زج الجميع بكامل ثقله العسكري في المعركة ولعل ما سبق يدلل على الخلافات العميقة بين الاتراك والروس والتي من الممكن ان تطيح بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وسط مستقبل غامض يلف مصير المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة